سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة أنا الحياة افتقدتكم كتير جدا في الأسبوع الماضية وحب أولا أني أشكركم كلكم على الدعم والصلوات والتعزيات اللي وصلتني منكم عبر الفيسبوك والتليفونات والمرسلات والرسائل المحبة الكثيرة اللي وصلتني منكم ومن قدام الرب الأطقياء في انتقال القص رؤوف جرجس وهو زوج والدتي وأبويا الحبيب كمان حبة أني أشكر فريق الخدمة خدمة قناة الحياة وقادة قناة الحياة على محبة المسيح الحقيقية الظاهرة فيهم ما عنديش كلام يكفي الحقيقة عن مادة تأثري بمحبتكم ومسندتكم اليومية لي كنتم جنبي كل يوم بصور كتيرة فأنا بشكركم جدا كمان بشكر الأخت نورة والأخ أندرو حبيبة على تعزيتهم الجميلة الحقيقة لعيلتنا كلها اللي قدموها على برامجهم ووقفهم جنبي أنا شخصيا في الوقت ده بشكركم والربي عود تعب محبتكم دائما وشكرا لكم كلكم مرة تانية وبصلي أن السنة دي تكون سنة جديدة مليئة بمراحم الرب وأعلاناته وشفاءه لنا جميعا وكل سنة وأنتم في ملء نعمة المسيح نعمته هي اللي احنا بنحتاج له لمواجهة اليوم وكل يوم بيوم الكتاب بيقول كده أنه رجال الإحسان يضمون وليس من يفضن أنه من وجه الشر يضم الصديق فالحقيقة أنه في الكثيرين ضموا إلى محضر الله في الفترة اللي فاتت ومنهم اللي أحب أن أنا أعزيكم وأعزي الكنيسة في انتقالهم انتقال أبونا مكاري يونان وزوجته الحبيبة خادمة الرب القوية تسوني سونا الاثنين ومعاهم الأسيس رؤوف مكسب سماوي لكن خسارة موجعة أنا أسف لينا جميعا والأسرهم لكن هما دلوقتي زي ما بيقول الكتاب أنه الصديق أو الصديقين بيفرحوا أمام الله ويتهللوا أمام الله زي ما بيقول الرب ربنا بيوصف لنا الصورة اللي هما فيها دلوقتي إحنا فرحنين بأنهم فرحنين بحضور المسيح والكتاب كمان بيقول أنه سيبقى ذكرهم للبركة والنهار دا هنتكلم على البركات الباقية من ذكر الصديقين محبين الله لأنه أفواههم كانت ينبوح حياة ناطق بمحبة الله الغنية الأسيس رؤوف سبق في انتقاله أبونا مكاري وتسوني سونا وأنا شايفة كده أنهم بالروح فرحنين ومجتمعين أمام الله ومعاهم أمي سعداء بمحضر المسيح لكن إحنا في ناحيتنا إحنا بقى لما بنواجه في مواقف صعبة زي دي عندنا اختيارات في المواقف اللي زي دا ومش كلنا بنتقابل مع المواقف دي بنفس الطريقة إما أننا نتمعن اختيار من الاختيارات إن إحنا نتمعن في رسائل الله المعطى لنا من خلال حياة حد أو انتقال حد أو خيانة حد أو ظرف صعبة في حياتنا أو ميلاد جديد مثلا فيخرج الرب مننا أو من قلوبنا حياة لمن حولنا يا إما إنه الحياة دي تكون فيها بركة أو إننا نختار برضو إننا نغضب ونتمرد ونتزمر ونعرض قلوبنا للمرارة والغضب من الله والناس الحقيقة إن إحنا شفنا في الفترة اللي فاتت مشاهد كتير ممكن تمثل الاتنين دول أو الاختيارين دول اللي أنا حابة إن أنا أركز معاكم عليهم النهاردة وهشرح لكم شوية علشان خاطر نخرج من ده بإننا لا يثبت فينا جذر مرارة وما يبقاش كل اللي خارج من القلب والفم يكون مر لإننا يعني اختيارنا ده بيأثر علينا وعلى اللي حوالينا النهاردة هنتكلم عن رجال ونساء الله الأطقياء اللي فارقونا بس هنتكلم عنهم مش علشان يعني نطبطم على بعض ولا حاجة لا إحنا هنتكلم عنهم علشان نعطي المجد والكرامة لله اللي استخدمهم وعمل فيهم حلقة النهاردة هتكون بعنوان التقوى وقلوب المؤمنين التقوى مفهوم مهم ويعني بنتقابل معاه بأشكال كتيرة في الحياة الفرق أنت بتشوف التقوى في حياتك وحياة الآخرين إزاي تقابلت معاها إزاي مفهومك للتقوى الحقيقية إزاي أنا كل ما بفكر في أثر حياة بابا الأسيس رؤوف علي وعلى أسرتي وأسمع شهادات الناس عنه كانت الشهادة الدائمة في الأسبوعين اللي فاتوا وانتقى اليوم 24 ديسمبر فيعني الشهادة الدائمة إنه كان رجل تقي محب محتمل الجميع بقلب مفتوح المشكلة إننا ممكن نشاور على شخص زيه ونقول ده راجل تقي أو إننا نشاور على شخص آخر ونقول العكس ولا نتعز أن نفحص قلوبنا نحن علشان كده النهاردة أنا حبة وإحنا بنمجد اسم الله في عمله في حياتنا الشخصية وحيات هؤلاء الأطقياء إننا نصلح مفهوم التقوى في قلوبنا إحنا ونتعلم من رجال ونساء الله الأطقياء دول اللي سبقونا لإن الكتاب بيقول باد الصديق وليس أحد يضع ذلك في قلبه باد الصديق وليس أحد يضع ذلك في قلبه اوعى يكون الصديق اللي انتقل من وسط بيتك أو كنستك أو خدمتك أو بلدك يكون كان هو الصديق وإنت المتفرج لأن رجال الإحسان زي ما بيقول الكتاب يضمه وليس من يفطن اوعى تكون من من لم يفطنه إن هناك شر الله عايز ينجيك منه وهو شر الوقوع في ثقتك في نفسك أكتر من الله أو أن يكون لك صورة التقوى ولكن ليس في قلبك أي تقوى ولا محبة لله ولا للغير ده هدفي من حلقة النهاردة الجائحة اللي مر بيها العالم النهاردة كانت السبب في انتقال مئات الألاف من الناس الصالح والطالح وأظهرت لنا أوبئة اجتماعية مقيتة بصراحة يعني إحنا بنعاني من وباء بياخد أرواح الناس في الأول وإحنا بنصلي من أجل أنه الله يرفع عننا هذا الوباء إحنا بنصلي علشان يعطى الإنسان فرصة للخلاص ومعرفة الله والاستمتاع بحياته مع الله من هنا ولكن اختطاف الناس بالأوبئة دي يعني بتخلينا نبقى حزنانين على انتقالهم لأنه محناش عارفين هما وقفين قدام مين لكن الأوبئة الاجتماعية اللي بنواجهها مع الأوبئة الجسدية هي الحقيقة الشيء المقيت المتعب جدا اللي لازم نواجهه ونفكر انت واقف في أني نحيا انت واقف مع الله الحقيقي اللي بيضع في قلبك سلام ومحبة واحتمال وقوة ونعمة وعطاء دائم ورفعة في وقت الصعب ويخلصك بنعمته ومحبته ولا واقف مع هذا الإله اللي يملأ قلبك بالمرارة والشماتة والأمور العجيبة جدا اللي كانت حتى ما هياش موجودة اجتماعيا في المجتمعات القديمة اللي احنا عشناها يعني من سنين طويلة قبل ما يتغلغل الإسلام الحقيقي في الظهور في وسط الناس بالشكل دا شيء صعب الحقيقة شيء صعب في الفترة اللي فاتت شفنا انتقال اتنين مهمين على ساحة الإعلام والقضاء المصري الاستاذة هاني الجبالي سيدة جليلة مناضلة يعني اول القاضيات المصريات انجازتها العملية والاجتماعية رائعة جدا فكانت خسارة كبيرة للعمل في مصر ايضا انتقال وائل الابراشي يعني الحقيقة انه الاستاذ وائل كان شخص محترم كان اعلامي له تأثير وشخصية محبوبة من الجميع حزن عليه كل زملائه وحزننا نحن ايضا عليهم تعزياتي الخاصة وتعزيات قناة الحياة ايضا لأسرهم والحقيقة انه ستفتقد مصر والعالم شخصيتين كان ليهم تأثير بناء مغير في العالم واصوات واضحة وقوية وانا حزنت شخصيا جدا لانتقالهم وشفت بنت وائل الابراشي بتقول ادعو البابا بالرحمة وفجئت بعد كده بالبداءات اللي انسكبت من افواه مفتوحة كالقبور المفتوحة واشخاص بيدعوا التقوى ولكن ليس لهم اي علاقة بالتقوى الحقيقية سمحوني على اللي حتسمعوه واللي حتشوفوه دلوقتي لكن انا عايز اوريكم صور اشخاص بيدعوا التقوى وكم الكراهية اللي بتخرج لمجرد ان عندهم عداء لاشخاص هماش محطوطين في الملف الاسلامي بتاعهم بالصورة الاسلامية بتاعتها خليني ااخد الصورة الاولانية ده طيب خليني ااخد المكالمة الاول استاذ احمد اهلا بيك تفضل اهلا بيك يا اومي سلام المسيح يا احمد اهلا بيك ازايك سلام يا اومي اعمل ايه انا كويسة نشكر ربنا الرب يباركك ويخليك شكرا احمد عابر من مصر وهو يعني متصل دائم للبرنامج وابن لينا في المسيح ربنا يباركك يا احمد انت عامل ايه في الحياة مع الله كويسة نعم طيب كويسة انا مبسوطة الناس مع صوتك عندك تعليق ربنا يخليك اوما انا تعليق كذا مرة ممكن انت كلميني بعد البرنامج يا شو ما حدر حاضر ماشي حقدر اكلمك النهاردة لكن ممكن احاول اكلمك بكرة بإذن ربنا شكرا يا احمد حاضر كل سنة طيبة وانت طيب ربنا يباركك كي خليني ارجع لموضوع الصورة اللي كنا بنقدمها دلوقتي الصورة اللي فاتت دي ده عاصم عبد الماجد معروف ويعني من اشد المعاديين والمتكلمين بمنتهى القوة عن المواقف الاسلامية فبس يعني بيقولك ايه يعني يريد تدخله على التويتر بتاعه والفيديوهات اللي بيحطها عشان تشوفوا كم الكراهية الخارجة من صدور المؤمنين امدعين التقوة عشان كده الحلقة بتاعت النهاردة اسمها التقوة وقلوب المؤمنين انت مؤمن بايه وبمين وايمانك بيغيرك ولا لا يغيرك وان غيرك ايمانك الى هذا المستوى من الدناء في الشماتة في موت احباء الله لانه كل العالم على فكرة احباء الله خليقة ايده اللي بيحبهم اللي بيحزن عليهم عندنا صورة في الكتاب عن بكاء الرب يسوع على موت العازر مع انه كان رايح يقومه لكن لانه لعاذ رزاق الموت داء الموت كان الرب حزين على ده فانت ايمانك بيدي لك ايه انا مش عارفة ازاي نشوف ده ليه بيفرح الصالحين بهلاك واقل الابراشي ايه الجراءة دي تقول على نفسك صالح وتتهم انسان مات مات حسابه بينه وبين ربنا واقف امام يدي الله انت مالك من جعلك وصي ولي تحدد من يقف امام الله امام رحمة الله ومن يستحقها او من لا يستحقها مين قالك هلاك الظالمين ظلمك في ايه واقل الابراشي كان بينقشك بالحق كان بيوريكم الاخطاء الفادحة اللي بتعملوها في حق الناس وحقوق انفسكم وان كان واقل الابراشي او غيره على خطأ من انت حتى تحكم عليه المسيح قال للناس اللي واقفين يقيموا الحد على الست الزانية حسب يعني كلامكم انتو هيحدفوها بالطوب هيرجموها قالهم من منكم بلا خطيئة فليرمع اولا بحجر بص لنفسك ايها الانسان انت مستحق هذا الحجر يعني وشايفين بقى دي هاشتاجات بقى الناس بتكتب عليها فرحان قوي بقى حطت لنفسه عاصي عبد الماجد هاشتاج عشان تتابعوه وتشوفه المرارة الخارجة ومن فم هؤلاء هو مثل للكاثرين نشوف اللي بعدها انا اسفة وبعتذر اني حطت ده بس لازم نشوف مدى كراهية هؤلاء الاشخاص انه يتقال على شخص انتقل يواجه الله انك تقول عليه انه اقل من او تنعته بانه نوع من الحيوانات انت بتستقل بيه على فكرة الكلب اللي انت بتستقل بيه ده يعني افضل كتير واوفى كثير وارحم كثير على اولاده واصحابه واصدقائه اوفى كثيرا منكم بس انتو ما عندكوش فهم بيقولك تحيا جهنم للخونا هي جهنم للخونا ولا للبعيدين عن الله اصبحتم انتم اللي بيقول انت تدخل جهنم وانت ما تدخلش وانت كافر وانت كذا بتقيمه الناس وعايشين قداسة قداسة الفرسيين على فكرة وانا ياريتني شيل التويتا دي عشان يعني هي جارحة جدا بس انا اسفة كان لازم اوريكو المرارة دي يعني المسيح افتقرت وانا بشوف كل الاشكال التقوى يعني الكاذبة دي افتقرت وهو والمسيح بيتكلم مع الكتبة والفرسيين وبينتهرهم بيلومتوا زي الافاعي لانكم منتوش عايشين الا لانفسكم كل ما يخرج منكم مسموم مسموم لانه ليس من الله لانك وضعت عليه شكل التقوى بتاعت مش شكل التقوى الحقيقي اللي جاي من الله الحقيقي خلينا نشوف السورة اللي بعد كده السورة دي يعني او ده واحد ما هواش عبد الرحمن ده بيعلق على ليه لا يجز المسلم على انه يترحم ويستغفر لمن مات على الكفر بالله بيقولك ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا قولي قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم اوكي وعمالي استشهد لنا تاني هدفي من اننا وليكم ده انكم تشوفوا انه ده مش نابع من قلوب الاشخاص بلا مرجعية هي مرجعية دينية اسلامية وده التأصيل الحقيقي والست الهانم اللي يعني قابله بتقول ايه يلا هات اللي بعده ناس شمتانة بدل ما نطلب انه الله يعطي فرصة للجميع لان الله الكتاب المقدس بيقول كده اسمع يا انسان يا انسان اسمع ان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يرجعون لانه هكذا احب الله العالم كله وانت منهم فتوب قبل ما تكون في موقف صعب امام الله لان التوبة قلبية وشخصية التوبة اللي انت محتاجها قلبية وشخصية ودي كراهية مريرة هتقودك الى الجحي خلينا نشوف اللي بعد طيب خليني اخد مكلمة سلام المسيح معنا الاسيس هاني مسائل خير اخت اماني مسائل نور حضرت الاسيس اهلا بيك ازايك اهلا بيك اخت اماني الرب يبركك البرنامج الرائع والعظيم اللي برك لكسرين يخفزك الرب ويستخدمه المجدف ويبركك ويبرك خدمتك ربنا يبركك شكرا لك شكرا لك عرفان بالجميل للابطال القديسين اللي عاشوا وسطينا وعلمونا وكلمونا بكلمة الرب وتركوا فينا بصمات رائعة شكرا لرب جدا لاجل مصنع الله الرائع اللي طلع واني رائعة عكست صورة المسيح زي الفاضل الاب مكاريو جنان والأسيس الفاضل والدكتور القص الرؤوف فعلا عينات ندرة عاشت واسطينا رب حن علينا ومن علينا عشان يعكسوا حلاوة وجمال المسيح وشفنا كدقي نقاء وقداسة اللي عاشوها مش كلام فعلا يعني يمكن الاب الورع الفاضل مكاريو ماني كانت معاملاتي معاه مش كتيرة لكن رب شرف ان اخدم معاه وقت شفت ان ازاي عاش وازاي كان بينكر نفسه وازاي بيحكي صورة المسيح بطريقة رائعة وطبعا الفاضل الغالي اللي مش ممكن هننساه الدكتور القص رقوف الاب والصديق والاخ ورفيق الفحلة معنا كد ايه عاش معنا في كل التفاصيل طريق طويل من الخدمة اختي اماني مش يتابعا من فحش يتقال في دقايق لكن عشان ادي فرصة لاخواتي طويل من الخدمة لكن تركوا اثر جليل في قلوبك السرين فعلا لما كانت ايام خدبتهم مضوا الى بيتهم لكن ستظل وستظل صلواتهم وستظل كلماتهم وترنيماتهم مشجعة جدا لينا انا نفت بس اقول حيك المجد الرب هذا الرجل الاسيس رقوف احنا شفنا فيه احنا كان قليل الكلام لكن كثير الافعال شفنا فيه الامانة شفنا فيه كم الاستقامة شفنا المحبة المخلصة للمسيح واللي يحب الوالد يحب المولود منه واللي يحب المسيح يحب كل الناس باختلاف طوايفهم باختلاف عقائدهم كد ايه ليه بصمات رائعة وليه خدمات في الخفاء يعوزنا الوقت ان نتكلم على تأثير كد ايه الصرفية انا ومراتي وولادي كد ايه ترك فينا محبة حقيقية محبة مخلصة مش كلمات مش بالحب بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل والعقل كد ايه كان متفاني كان رجل الله وقلب الراعي انا منساش ابدا كمان ركب الساجدة اللي كان بيقضيها بالليل كله في الصلاة كان ديوانا ودعا كان يقول لي انا بصلي لك فعلا طيب مسكو قرور الطيب تسكبت عشان كده رأحتها في هاحت في كل تأثير في كل مكان تأثير العملية كبيرة انا بشكر الرب بعظم الرب في هذا الاناق وبصلي ان الرب يكمل ما بدأه في اجيال اجيال لبركة كبيرة انا بصد وانا بصد اماني انتي من الابطال اللي الرب استخدمهم وهيكملوا بيكملوا المسيرة وهيكسوا صورة المسيح امين في اسم انا عايزة اخر حاجة لاخواتي ان الناس دي عاشت ما تكلمتش عارفت يعني ايه تعيش احترام الرب واخرام الخدمة قوة القداسة واتغرى واجول جبروت الامان كانوا امناء جدا كان امين جدا في الصغيرة وفي الكبيرة ما كنتش تقدر تقول عليه انه هو يقدر يقول كلمة الا في محلها فعلا كان شخص عظيم جدا انا بصلي الرب اللي صاغ هؤلاء الابطال بيداي المهيرتين انا بشجع نفسه بشجع كل اخواتي اخوة واخوات في كل مكان في العالم يسمعوني ان مصنع الله لم يغلق وان الادين اللي شكلت هذه الاوان هي تشكلني وتشكلك لكن اهم حاجة الخضوع واهم حاجة نكون تحت امره نقولنا احنا رب تحت امرك ليكن امين وده هدفي من حلقة النهار ده اسيس هاني يعني نعم يعني ده هدفي فعلا انه الرسالة اللي انت قلتها دي كانت يعني موضوع على قلبي من وقت انتقاله الى اليوم ونرى عظماء زي ابونا مكاري كمان وزوجته خدمتها مش صامتة كانت خدمتها كانت قوية جدا ومؤسرة جدا رب يستخدمك واسرتك والفريق الكبير الفريق الماجستير يعني كانوا معنا بشكرك على مشاركتكم طيب اشكرك حضرة الاسيس طيب الحقيقة الاسيس هاني من الخدام اللي خدموا مع بابا الاسيس رؤوف من سنين طويلة و رجل مطدع ومبارك ولو خدمة جميلة الرب بيستخدموا فيها خليني اخد مكالمة تانية معنا الاخ هارون مديد قناة الحياة ومؤسس قناة الحياة اهلا بيك اخ هارون اهلا بيك اماني بس حبيت اتصل بيك وقولك مبروك على الحلقة خمسمية مبلغ برضو خمسمية مبلغ عندي رب الماجدلي ايوة وشكرا بيك على الفرصة دي اه لا امين احنا بصراحة فرحانين وطبعا ان شاء الله يكون الخمسمية يكون خمس تلاب وبش بس اه رقم احنا ما نبصش على ارقام ولكن نبص على بركات الله بيستخدمها في حياة الكثيرين انا لسه كلمتك من اسبوعين قلتلك انه في اه شخص اسمه محمد امن بالمسيح من خلال برنامج المرأة المسلمة وانت شجعتين يروح يدرس لهوط وبعد الدراسة ابتدى يكون يؤسس كنيسة واسس كنيسة كبيرة بركات معاي مفاجأة كمان انه انتو تعرفي كمان انه احنا شغالين مدة طويلة على شيء اسمه سي ام كومنيو مسيانك اللي هو امة المسيح لكل العابرين في العالم والبيشوب اللي هو اول اسكف راح يكون عننا اول قائد راح يكون القصة الدكتوري ياسر السوداني طبعا فهو معنا على الخط كمان جسيس ياسر اهلان جسيس ياسر ارفع صوتك وتكلم امان اخت المانيسة زيك اخت اماني اهلا 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 ربنا ايبارك فيكم وانا احمان وعيد تهنئة خاصة للحلقة 500 وبيدي اشكر الرب لاجلك والرب استخدمك في حياتي انا وفي حياتي الكثيرين من جماعتنا في المنطقة ويا ما انا عمدت ناس ان الرب لمس حياتهم عن طريقه الرب يباركي ويحفظك وقبل خمس تلاف اكتر حلقات لمجد اسم المسيح في اسمي اشكركم جدا انا بتكلم النهار ده عن رجال الله الاتقياء ومعايا اتنين من احب رجال الله الاتقياء الى قلبي وقلب الكثيرين بركة الخدمة اللي انتو بتقدموها لمسة ملايين من الناس وانتو من الناس اللي بيشتغلوا خلف يعني خلف الكاميرات والاسوار والبرامج وكل ده من غير ولا كلمة وانا بشكركم على محبتكم الواضحة للرب الظهرة في العمل من خلال قناة الحياة شكرا اختماني وخلينا نعطي فرصة للمتصلين الغريب ألف مبروك عن مرة ربنا يبارك ويبارك شكرا باي واو الاتصالين الحقيقة بركة كبيرة انا نسيت ان النهارده الحلقة الخمسمية لكن الرب لا ينسى لانه هو عمل وهو والعمل مقدم لمجد اسمه هو ومحدش بيعمل العمل لوحده أبدا احنا كلنا مقادين بالروح القدس ولكن كأخوة بنعمل معنا ربنا يبارك شكرا على التهنئة انا الحقيقة عايزة عدي خليني اشوف الصورة الأخيرة اللي هي قبل الصورة دي فيه حد بيعلق بيقول انتو بتكلمونا عن المحبة والسلام والتسامح والتقوى والرحمة وتعليقاتكم ما بتقولش غير انكم ناس جحدة وغلوية وسودة وعندها كراهية مش عادية ربنا يرحمنا انا اخدت التعليق دا لانه يعني الحقيقة انه اما الناس تتكلم عن المحبة والسلام والاسلام عن السلام والتسامح دا كلام بس لكن في العمل يظهر في العمل يظهر قلبك ويظهر معنى التقوى في حياتك ايه انا انا عايز اركز كتيرا النهارده على موضوع التقوى دا لانه لما نغير مفهومنا عن اللي الله عايز يعلمه لك عن المعنى الحقيقي للتقوى في حياتك اللي يغيرك من الداخل ويجعلك انسان كل ما يخرج من فمك زي ما كده ما بيقول ابونا مكاري كان يقول انه يجعله يخرج من فمه ينبوح حياة خليني اوريكم فيديو عشرين ثانية كده بيقولك ايه هي التقوى في الاسلام خلينينا نشوف الفيديو تقوى الله عز وجل هو ان يجعل الانسان بينه وبين ما يخشى من عقاب الله وسخطه وقايا هذا معنى التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا اما كيف يتحقق ذلك فيتحقق ذلك بامرين الامر الاول فعل ما امر الله تعالى به فكل ما امرك الله تعالى به من الاوامر والفرائض بادر اليه فان ذلك من التقوى والامر الثاني ترك ما نهاك عنه الحقيقة المفهوم ده بيتكرر كلما يعني بحثت عن معنى التقوى في الاسلام هتلاقي كده انه التقوى هو ان يجعل الانسان بينه وبين عذاب الله وقايا انت بتتقي الله في كل حاجة في الاسلام انت لا تقترب من الله عندما تريد ان تقي نفسك من شر شخص او من غدر شخص او من يعني مكر شخص ضدك وعلى فكرة ده كلام مش من عندي ده كلام قرآني سليم جدا لازم تتقي عذاب الله لازم تتقي شر الله لازم تتقي مكر الله ضدك لازم لانك انت مش عارف عندما يكون بينك وبين الشخص وقايا منه لا تقترب منه انت عايز تبعد عايز تجري فبتحط بينك وبينه ايه انك تعمل اللي بيقولك عليه اهو انا انا حمدي خد ادي الاعمال الفرائد تحمي نفسك من عذابه والامر التاني انك تبعد عنه لانهاك عنه لكن المسألة كلها اعمال لا عقل ولا تغيير قلبي حقيقي بين الاتنين مفهوم التقوى بالشكل ده هو يعني ايه المفهوم بتاع الحديث اللي بيقولك ايه اتبع السيئة بحسنة تمحيها برضو اعمال لكن انت عايز تتقي ربنا اتبع السيئة بحسنة تمحيها مش اتبع السيئة بتقوى تغيرك انت عندك مضاف ليك انك تعمل حسنة فيشيل منك حاجة دي مشكلة كبيرة اخواتي دي مشكلة كبيرة انت لا تستطيع ان تقدم لله ما يقربك منه الا محبة حقيقية توبة حقيقية قبول لشخصه قداسة حقيقية بس ده اللي يقربك من الله سجود امامه حضور امامه لكن تتبع السيئة بحسنة تمحيها مش وارك طويل ومش هتوصل بي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده اللي بيكلمنا على مفهوم البر في الاسلام لان البر والتقوى مرتبطين كيه خلينا نشوف في تعريف البر في حديث النواس البر حسن الخلق والبر اذا اطلق في النصوص الشرعية فانه يدخل تحته جميع الشرع فان قرنت بالتقوى حمل البر على فعل المطلوب والتقوى على ترك المرهوب فعل الاوامر والتقوى على ترك النواهي فالبر يقولك البر حسن الخلق على فكرة البر ينتج عنه ينتج عنه انه الانسان ده يكون بار لازم يكون في حاجة تغير قلبه علشان يكون عنده النزعة دي الى انه يكون بار يعني ايه بار يعني يكون نقي يعني يكون تقي يعني يكون انسان يعتني بمن حوله مش كده لكن البر حسن الخلق لا هو حسن الخلق ده يعني واحد اخلاقه كويسة ده معناه انه هو هيكون بار من قلبه محبة لله ولا محبة لنفسه على فكرة في ناس كتير اخلاقها حلوة بس اخلاقها حلوة لنفسها مش اخلاقها حلوة لان الله عمل فيهم فاصبحوا شبهه فرق كبير فيه فرق كبير ويقولك ان البر ده فعل الاوامر والتقوى ترك النواهي فيه لخبطة كتير في المفاهيم اللي ربنا عايز يعني يغيرها عندك النهار ده الالية مسألة الالية في اتباع الاوامر والنواهي تتنافى مع الطبيعة البشرية على فكرة ولا تنتج تقوى وبر وثمار حقيقية بل صورة خارجية او مشوهة للمفاهيم دي علشان كده بنشوف انه يعني اللي احنا شفنا ده التشوه الاخلاقي ده نتج عن المفاهيم السطحية للبر والتقوى شفنا التشوه الاخلاقي الناتج في التعليقات والشماتة في الناس الشماتة من شيء من الاسلام ده حقيقي التشفي نتيجة مباشرة لتعليمه لما يقول لك علشان يعمل كذا وكذا ليشفي صدور المسلمين ويقول لك وموتوا بغيزكم وليقتس من قوم كافرين كلام من ده كلام اله الاسلام ورسوله حط بقى ده على جنبه وخلينا نتكلم في البركة ونعمة الله خليني نشرح لكم مفهوم بسيط للتقوى قارن اللي أنا هقوله اللي جاي ده بكل القباحات اللي سمعناها قبل كده من المفاهيم اللي اللي تجعل التقوى نتاجها عليك انت شكل وليس قلب ولا معنى أبدا ولا حياة مغيرة مفهوم بسيط بتحمل بتحمل معنى الخشوع أمام الله البر الظاهر في الأعمال الخارجية والداخلية الاتنين لأنه يحدث من الداخل تغيير جواك خشوع أمام الله هذا الخشوع يربطك بالله يغيرك من الداخل فيخلي الناتج عن هذه الأعمال يبص عليها الانسان كده يقولك من ثمارهم تعرفون الكتاب يقول كده يخرج ثمر بركة ونعمة فتقدر تكون شخص زي تسوني سونة مثلا اللي من ضمن خدمتها اللي كانت مشتركة في خدمات عديدة في الكنيسة لكن ضمن خدمتها العناية بكبار السن مثلا أو بالمرضى أو المحتاجين العناية بالغير نتيجة للتقوى مش للفرد مش عشان تاخد حسنة تمسح بيها سيئة ولكنها ناتجة عن محبة حقيقية كتير الناس بتقولي اتعلم ازاي اخدم بقولهم اولا صلوا انه ربنا يكسر قلوبكم امامه علشان الناس ويعلمكوا تحبوا الناس بطريقته فلما يتكسر بقلبك علشان الناس اللي انت بتخدمهم هتعرف تتعاطف معهم في ضعفهم في خطيتهم في تعبهم في مرضهم لانه هكذا ينظر الله لنا فبتبقى عنيك زي عنيه فالعناية بالغير سواء كانت خدمة ولا رعاية جسدية ولا رعاية مادية هي نتيجة للتقوى الحادثة جوانا التقوى الحقيقية هي انك تشبه المسيح وتمجده في كل شيء علشان كده الكتاب بيقول ليرو اعمالكم الصالحة فيمجده اباكم اللذي في السماوات انت مش موجود في الصورة التقي غير موجود في الصورة هو محبوب لانه شبه المسيح التقوى الحقيقية تنتج عن محبة حقيقية المحبة الحقيقية اللي انا شفتها في الاسيس رقوف اللي كان قلبه مولع جدا بمحبة الله وكان عنده حنان غير عادي على المسلمين خاصة والعابرين بشكل خاص وكان انسان وفي جدا لله بسببه على فكرة انا بسببه عرفت قلب الله القاب الحقيقي بسببه ابني عرف قلب الله القاب الحقيقي المحب الغفور المحتمل الصبور اللي يرى بشكل مختلف تماما غير كل اللي شفنا في حياتنا قبل كده بسببه انا امامكم اليوم بسبب محبته لله انا باخدم الله بنفس الطريقة اليوم صامت غير متكلم لانه هو مش موجود في الصورة المسيح اللي موجود في الصورة احكي لكم عنه حاجة بسيطة ازاي رعى امي 11 سنة وهي قعيدة مريضة بيتطور مرضها من الم الى الم كل يوم من حالة سيئة الى حالة اسوأ كل يوم 11 سنة وهو يزحى الصبح يفتح عينه ويقوله صباح الخير يا رب يوم جميل بيك يا رب المعونة منك يا رب وينتقل لانه يصبح عليها ويقول لها صباح الخير يا ست الحسن والجمال وهي ما بتعرفش تتكلم لما تسمع صوته تودي رأسها نحيته لانها كانت الوحيد اللي كانت بتعمل معاك ده انا احيانا لانها كانت ترى المسيح فيه وتصدق المحبة الحقيقية فيه كان امام الناس وهم لوحدهم هو نفس الشيء جاب منين القدرة دي جابها من المسيح اللي احبه اللي خلاه يشوفها بعنيه رجاءه في المسيح في شفاقها او انتقالها الى الى جوار المسيح هو اللي اعانوا ال 11 سنة الناس لموه لانه قفل الكنيسة وقال دي خدمتي ولكن الله نمى خدمته 100 ضعف بعد انتقالها وبركه واصبح بيتهم كان بيت يقول عليه الناس بيت عنيا البيت اللي احبه المسيح البيت اللي الناس كانوا بيروحوا فيه عشان يشوفوا المسيح يطرى بيتك وبيتي كده يطرى قلبك وقلبي كده نسأل نفسنا ابونا مكاري كمثل لمحبة المسيح ابونا مكاري بشخص يعني كشخص الحقيقة كان عنده رحلة محبة لمتهدي بالذات هو اشهر الناس قلت عنه يعني حاجات كتير لكن انا عايز اعبر عن معرفتي به بالشكل ده بصراحة هو انسان بسيط لكنه اشهر الكهنة الاقباط واجرأهم واحكمهم واكثرهم حرية في التعبير عن المسيح وهو وفي داخل مصر وبرى مصر كنسته جمعت مسيحيين ومسلمين دائما اتخدموا الاتنين بنفس المستوى دائما بمحبة في ناس كتير حربته لكن لانه كان بيقول الحق في الفترة الاخيرة سمير صبري المحامي ورفع عليه قضية لازدراء الاديان لكنه ما سكتش رد برضو لما قال انه الاسلام انتشر بالسيف هو الاسلام انتشر بالسيف فعلا يعني لما ترفع علي قضية هتغير الموضوع ولا هتخوفني لكن الله انقذه لما قال سالم عبدالجلين ان المسيحيين كفر رد عليه وقال له لا احنا مش كفر المسيحيين هما الاصر في مصر مخافش لما وقفوا اجتماعه الاسبوعي لمدة ثلاث اسابيع لم يستطيعوا انهم يوقفوا خدمة الله الخارجة من قلب وقوة الروح القدس في هذا الرجل وعائلته وكنسته وعادل الاجتماع بأمر من البابا تودرس بعد ثلاث اسابيع انا بقولك كلام ده ليه مش عشان اعطي المجد لأبونا او خدمته او كنسته انا عايزة اعطي المجد لالله وقول لك وقول لنفسي انه لا يستطيع احد ان يوقف عمل الله اللي انت مكلف به حتى ولو كنت في وسط اتون النار ونحن نعلم ان الخدمات الحية في مصر مضغوطة كأنها في وسط اتون النار ولكن انا بشجعكم لخدمات العابرين في مصر لخدمات الاباء الكهنة والاباء القساوسة اللي هما سواء كانوا من كنيسة ابطية ولا بروتستانتية ولا خدام الرب العاديين اللي شايلين حمل الخدمة بقول لكم الحمل شايله الله عنكم ولا يمكن هتقف خدمتك ولن يستطيع العدو انه يوقف خدمتك اذا كانت موضوعة على اكتاف المسيح مش اكتافك اتشجعوا كملوا علشان تكونوا رجال الله الاتقياء اللي زي كده ما يوحنى جيه قدم يوحنى قدم المسيح وقال كده انه يعني ينبغي ان هذا يزيد وانا انقص خليكوا فاكرين كل المحبة المقدمة لكل الخدام الرب دول خليكوا فاكرين انه ينبغي ان هذا يزيد ونحن ننقص لانه مقدم الخدمة لم يكن ابونا مكاري ولم يكن زوجته ولا انا ولا انته ولا اي حد هو المسيح هو الله هو المعطي لو كانت منك او مني مش هتمش في فيديو استخدم جزء منه الاخ ناصر الحقيقة ناصر موسى اخويا وزميلي العزيز كلمني مبارح بعد حلقته الحقيقة لمست قلوبنا جميعا وكانت معزية ومبركة ويعني ذكرتنا بالثمر الحقيقي لخدمة ابونا مكاري لكن الحقيقة ذكرتنا بالثمر الحقيقي لمحبة الله فقال لي يعني يريد تستخدمي جزء من الفيديو ده وانا بشكرك اخ ناصر على الحلقة وعلى تنبيه للفكرة دي خلينا خلينا نشوف الفيديو وبعد كل اللي قلته لكم من اضطهاد المسلمين لابونا مكاري في مصر نشوف فرحته بحضور المسلمين في القاعة شكل هائي خلينا نشوف بكرة جاي ومعه خير لاني شعبة مصر شعبة طيب مسلمين ومسيحيين فاول فرحة لي اني عرفت لما قيت اني في قانب كبير من اخوتنا المسلمين حضرين ودي بركة كبيرة هل الناس يعني سؤالي بصراحة هل الناس اللي كانوا حضرين في الوقت ده شعروا بالمحبة الحقيقية ولما تسمعوا بقية الفيديو ده اعتقد ان ده كان اخر مؤتمر حضروا على ما اذكر يعني اما تسمعوا بقية الكلام وتعرفوا المحبة الحقيقية المقدمة لهؤلاء الناس تعرفوا انه لا يذكر اي اساءة خرجت من اي حد منهم ليه لانه يعلم انه مش هو يعني اللي قدم الخدمة ولا حتى هو اللي اضطهد فانا بذكر كل خدام الرب عندما نضطهد لا نضطهد نحن بل المسيح اللي فينا فلا تتألم من اللي اضطهد ولكن اشكر الرب على نعمة الاتحاد اللي انت بتمر به الانبا رفقيل قال كلمة عن ابونا مكاري في اخر في في وقت الجنازة بتاعته الحقيقة انه مركز الكلمة كلها من اهم الحاجات اللي تطلع بيها من الكلمة الشهادة اللي قدمت عن هذا الشخص انه العامل فيه هو الله مش الشخص مقدم الخدمة هو الله مش الشخص وده الانسان التقي الحقيقي ابونا ابونا مكاري لما اتكلم عن نفسه قال اما بيسألوه يعني انت جبت الكلام ده منين اللي انت بتقوله في اخراج الشياطين والشفاء والكلام ده كله قالوا ما عرفش انا بتقيت اصلي لكن ربنا اداني الكلمات دي فقلتها والشياطين خرجت وحصل شفاء وبتحصل معجزات لانه مش انا الراجل نفسه بيقول مش انا قال انه الكلام اللي معطى ليه كان من الله مع الموهبة اسمعوا كلمات قالها عشان تذكرنا احنا كخدام الرب وتكون كلمات صلاة لقلبي والقلوب كلكم هكذا يتحدث رجال الله الاطقياء يقول كده انا مش عايز كلامي مش عايز كلامي انا ولا فلسفتي انا ويتجه للرب يقول انت على الثاني وكون ينبوع كلامي اماني بالمحبة وسر انت امامي املاني بالمحبة وسر انت امامي ويقول انا انا عايز انت يا صاحب القوات ده القلب الطالب الله اللي طالب الله والمستخدم كأداة احيانا بتيجي في بالي صورة للخادم المتصل بالله اللي انا نفسي محتاجة تعلمها ومحتاجة افتكارها بتيجي امامي صورة الانسان يعني راكع امام الله في حديث بينه وبين الله وانه الخارج من هذا الانسان بروح الله كأنه يعني كأنه الله بيتكلم وكأنه فيه انبوبة بيخرج منها للغير تملى خدمته يا طرق انا وانتو عايزين ده في حياتنا يا طرق انا وانتو عارفين ان دي موهبة معطاه لنا من الله نقدر نستخدمها انا عايز اقول لكم يعني بعد ما عدت في الاستوديو كتبت كلمتين كده هقرهولكم زي ما هم علشان خطر يعني مش عايز انساه لما بنقرأ عن رجال الله الاتقياء انت حاسب وانت حاسب نفسك منهم ولا لأ سؤال اسألي لنفسك وانا سألته لنفسي انا حاسب نفسي من نساء الله الاتقياء والاتقياء ولا لأ هل انا شايف ضعفي اكتر هل انت شايف ضعفك اكتر من قوة الله واذا واذا انا وانتو شايفين نفسنا اقل او اضعف او اقل قدرة فالسؤال الحقيقي هل انت معتمد وانا معتمد على قدرتك ام قدرة الله الموهوبة لنا في المسيح في الروح القدس الساكن فينا سؤال ولما نرد على السؤال نقول يا رب انا بتوب امامك انا اعتمادي على نفسي على تركيزي على ضعفي بدل قوتك انت معطى ان تركز وترتكز على قوة الله وليس ضعفك نعمة الله وليس اخفاقك اللي بتعتقده عن قدرتك او بتصدقه بيحدد انت ازاي بتتصرف وانت ازاي بتتصرفي مع الناس وزاي بتتفاعل مع امكانياتك الله قدرة اللي بيجدبه احنا نعثر احنا نعثر ولكن انت الرب خلصك من الخطيئة لان المسيح جاء علشان يخلصك من الخطيئة دي فمتعيش بروح الخاطئ متعيش بروح الضعيف ولكن استمتع بحياة الابن المنتعش بمحبة الله اللي بتطورك وتملاك وتخلصك وتمحسك حتة التمحيص من الله دي لا تجعلك ضعيف ولكن تجعلك في قوة دائمة مستمدة منه بس ابونا مكاري برضو في الفيديو ده قال ايه المسيح خد الليلينة واعطانا الليلينة حد ما اقدر كم هذه العطية انا بشكرك يا رب من اجل هذه العطية بشكرك يا رب من اجل ان هذه العطية لي والاخوات اليوم ولكل طالب الله بقلب حقيقي بسألك يا رب انك تغضق عليهم بروحك القدس اليوم وانك تلمسهم بلمسة داخلية حقيقية وتشعل نار محبتك في داخل قلوبهم اليوم يا رب وبشكرك لانك فعلا ده قلبك الله الله عايزك تاخد ده عايزك تاخد ماله وده غير محدود ولازم تصدق ده عشان تقدر تعيش قوة الايمان قوة عجيبة مغيرة بتنقل الجبال سؤالي لكم بالايمان تقدر تنقل عينيك من على نفسك وترفعها على المسيح فيكون هو مصدر قوتك في كل شيء خلينا نسمع الصالة الاخيرة دي من فم ابونا مكاري ونصلي معا تفضل يا رب سمحنا كلنا يا رب افتعيون ايماننا عشان نشوفك في الوسط واملأ لبنا بالهيبة وبالاحترام علمنا المسيحية الحقيقية انت وحدك اللي تعلم الناس اسكن في كل قلب غيرنا غيرنا كلنا يا رب كفاية الزمان اللي مضى في الفوضة الروحية كفاية الزمان اللي مضى في الخطيئة امين يا رب انا بقول امين على كل كلمة صلىها ابونا اللي قاعد الى جوارك الان الفرحان بحضورك الان الفاهم لألام العالم الان من منظورك لما انتقل بابا بابا الاساس رقوف كنت انا وبنتي واقفين جنبه كل واحدة من ناحية بنهلل وبنصلي وبنسبح الرب وبنقوله بنشكرك من اجل حياته وبنشكرك بنشكرك انه الان يعلم من انت وبنقوله رب احنا فرحانين انه لسنين طويلة بسمع الاذن سمع عنك والان تراه عينك فانا بقولك ان اللحظة تيه هتيجي في حياتك وحياتي يوم من الايام فبشجعك انك تقعد قدام ربنا دلوقتي وتقوله انا عايز القوى المعطى منك كفاية فوضى روحية في حياتي يا رب مش عايز اسمع من الشيطان لكن عايز اسمع من قلبك انت افهم ازاي ابقى قدوس مقدس فيك ابن ليك بنت ليك عايش بقوتك مش بقوتي صلاتي من اجلكم ان الله يلمس قلوبكم اليوم بتغيير حقيقي وانه القادم في هذا العام يكون تغيير الى محبة الله وقدرة الله وعطايا الله الغنية جدا جدا المتاحة لكم جميعا فيزيد المسيح وانا نقص نحن الى اللقاء اشتركوا في القناة